هذه أبرز العناوين خلالوزاتش يطلب مواجهة سربيا استعداداً للمونديال تشافي يهز الجماهير المغربية بهذا التصريح على المغربية سيمبونو بعد المباراة ضد إشبيلية خلالوزاتش يصدم المتفائلين باجتياز المنتخب المغربي لمرحلة المجموعة من مونديال قطر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس خلالوزاتش يطلب مواجهة سربيا استعداداً للمونديال اقترح الناخب الوطني وحيد خلالوزاتش برمجة مباراة ودية ضد منتخب سربيا استعداداً للمشاركة في نهائية كأس العالم التي تستضفها قطر في نومبر ودجنبر المقبلين وكشف موقع سبورتوان أن الناخب الوطني مباشرة بعد إجراء قرعة كأس العالم يقترح مواجهة منتخب سربيا على اعتبار أنه يلعب بنفس أسلوب منتخب كرواتيا منافس الأصد في المباراة الأولى لكأس العالم عن المجموعة السادسة وأوضح ذات المصدر أن الناخب الوطني بصدد إعداد لائحة المنتخبات التي يراب في مواجهتها استعداداً للمونديال من أجل الحسم في هوية المنتخبات التي ستلعب ضد الأصد قبل انطلاق الحدث العالمية وتلقت الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم طالباً من الاتحاد الفرنسية من أجل إجراء مباراة ودية أمام المنتخب الوطني على اعتبار أن فرنسا ستواجه في كأس العالم منتخب تونوس وتأهل الأصد إلى نهاية كأس العالم للمرة السادسة بعد الفوز على منتخب الكونغو الدموقراطية برسم الدور الفاصل بأربعة أهداف لواحد في الوقت الذي انتهت فيه مباراة الذهب بالتعادل بهدف لمدله تشافي يهز الجماهير المغربية بهذا التصريح على المغربية سيمبونو بعد المباراة ضد إشبيليا أكدت شافي هيرنانديز مدرب نادي برشالون الإسبانية أن المغربية سيمبونو حارس مرمى إشبيليا هو من أنقض فريقه من المزيد من الأهداف في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد لحساب الجولة الثلاثون من الدور الإسبانية وقالت شاوي في تصريح صعو في أعقب المباراة إشبيليا فريق ممتاز والبوتيغي مدرب رائع كان بإمكاننا الفوز بنتجة أكبر لو لا بونو الذي لعب مباراة رائعة بالفعل كانت مباراة بمثابة نهائية وأنا راضي للغاية عن المستوى الذي قدمناها بونو قدم أداء جيدا جدا وهو حارس رائع جدا وتابع أنا أؤمن بالعمل والجهد والتضحية ونحن جيدون للغاية ولذلك تأتي النتائج نمر بأفضل لحظة في الموسم حيث سيطرنا بشكل رائع ضد أفضل خط دفاعي في الليغا واختتم الأجواء الستنائية بالنسبة للمنفس على لقب الليغا فإننا سنواصل القتال طالما الأمر ممكن من الناحية الحسابية يشار إلى أن نادي برشلون تغلب على إشبيليا يوم الأحد بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت أطوارها على أرضية ملعب الكامبنو والتي نال فيها المغربية سيمبونو جائزة أفضل لعب في المباراة خاليل لزيتش يصدم المتفائل باجتياز المنتخب المغربي لمرحلة المجموعات من مونديا القطار تحدث النخب الوطني وحيد خاليل لزيتش عن قرعة كأس العالم قطر 2022 هو وقوع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة والتي تضم كل من كندا بلجيك وكرواتيا ووجه خاليل لزيتش صدمة للمتفائلين الذين يرشحون المنتخب المغربي لاجتياز دور المجموعة بسهولة قائلا في تصريح لموقع العربي الجديد إن المنتخب المغربي سيلعب ضد منافسين من الحجم التقيل ويعتبارا من أفضل منتخبات العالم بدليل النتائج التي حققها في النصحة الأخيرة من كأس العالم التي أقيمت في روسيا وتابع البوسني أن كل من يرى المنتخب المغربي مرشح بارز للتأهل إلى الدور الثانية فإنه شخص أساء التقدير وليس واقعيا مشيرا إلى أن المنافسين نتائجهم في آخر المنفسات جيدة والمجموعة السادسة تعد من أصعب المجموعة إلى جانب مجموعة إسبانيا وألمانيا حفظ الدراجي قاساما سينال ما يصحقه من الله مثلك لظالم وفسد تفاعل المعلق الجزائري مع الإشاعة التي انتشرت مؤخرا حول مقتل الحكم الدولي القامبي بقاري قاساما بسبب القرارات التي اتخذها في لقاء الجزائر والكاميرون ضمن أيابي الدور الواصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022 ونشرت الدراجي عبر صفحة الرسم على الفيسبوك رابطا لعدم صحة الأخبار التي تم تدولها بشأن مقتل الحكم الجامبي معلقا بالقول بكاري قاساما سينال ما يستحقه من الله مثل ما ينال ما يستحقه كل ظالم وفسد وحاقد حسبنا الله ونعم الوكيل وكان الاتحاد القامبي لكرة القدم قد نفى وقوع أي حادث لقاساما مؤكدا أنه يعيش حياته بشكل طبيعي في عاصمة بلاده بانغول من جهتها قال الكاتب العام للاتحاد القامبي السويدي بكاماسو في تصريح لموقع في القولة المصرية الحديث عن تعرض قاساما للقتل مجرد إشاعاته تواصلنا مع الحكم وهو متواجد في قامبيا يمارس حياته الطبيعية رايان ماي يسجل هدفا جديدا في الدور المجارية سجل الدولي المغربي رايان ماي هدفا جديدا خلال المباراة التي تعادل فيها فريق فرينك فاروش أمام بوشكاش بهدفين لمثلهما يوم أمس الأحد عن الجولة السادسة والعشر من الدور المجارية ووقع المهاجم المغربي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة التاسعة والأربعون ورفع بذلك رايان ماي حصيلته التهدي في هذا الموسم إلى 12 هدفا في الدور المجارية أمر رابط يوضح حقيقة اللاعب للنصر من أجل المال والنادي رود كشف المغربي نور الدين أمر رابط نجم النصر السعودي السابق حقيقة ما نسب له بأن تجربته مع النصر السعودي كانت من أجل كسب المال فقط ونقل أحد حسابات المهتمة بأخبار النصر عن موقع SPN أن أمر رابط ألمح بأن تجربته مع النصر كانت من أجل كسب المال ولن يعيدها مع فريق آخر وعد أمر رابط التغريد عبر حسابي على تويتر مساء أمس الاثنين قائلا الأخبار التي تقول أن تجربتي مع النصر من أجل المال كاذبة ومزيفة وأنا لم أقول ذلك أبدا وأتم كانت السنوات الثلاث التي أمضيتها مع النصر واحدة من أفضل تجاربي في كرة القدم وفي مسيرة الكروية سيد عبد الحفيظ لا يجب الحديث عن ضن شرقية أكد السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن التحكم في أفريقيا ومصر بات غريبا وغير مفهوم على الإطلاق وفز الأهلي على الهيلة السوداني بهدف دون رد مما ساعده في بلغ ربع نهائي دور أبطال إفريقيا يوم أمس الأحد وأضف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الحدث اليوم نعاني من الحكام وعدم وجود تقنية الفيديو في دور المجموعة بدور الأبطال وتابع يجب حل الأمر في النسخة المقبلة القلق حاليا يكون من اسم الحكام قبل بداية المباراة واشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي تعرضنا لأخطاء تحكيمي الصعبة تحدد مستوى المنافس ونوها محمد عبد المنعم يقترب من التواجد في قائمة مباراة الاتحاد أما ربيع أمامه بعض الوقت وصلاح محسين يقترب وأتم لا يجب الحديث عن أشرف بنشرقي أو كهرباء أو أي لاعب آخر لأننا في بداية الموسم وكل أمر له الوقت المناسب الخاص بها